طيب ننتقل بقى للخبر اللي بعد كده مع حضراتكو وهو عن فعليات وعنشطة والحديث مستمر يمكن كل يوم معنا نوع من أنواع الفعليات دي اللي دايما فيها حاس على فكرة تانا الرياضة لجنة المرأة بقى بالنادي الأهلي ويوم كان ترفيه تم تنظيمه في النادي الأهلي بس فرع الشيخ زايد كانت مبادرة جميلة جدا وكان يوم جميل جدا خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نتابع ايبنت النهاردة ايبنت ما يعني خاصي جدا بالمرأة بنجهز لنا وبقى لنا كتير جدا اعلننا عنه في كل الجروبز بتاعة النادي وعلقنا بنارات كتيرة بنجهز له وقاله فترة ان شاء الله الأعضاء تتبسط فيه فكارات متنوعة كتيرة جدا اهتمنا بالمرأة شوية ان احنا نبقى فيه تنوع ما بين الندوات وما بين اليوم الترفيهي النهاردة اليوم فيه فكارات جنائية ومشاركة مع كباتن الجيم وكمان فيه راس محنة فيه حاجات كتيرة جدا ان شاء الله هيتبسطوا معنا جدا النهاردة لجنة المرأة بتنظم ايبنتات متنوعة يعني كتيرة فيه ندوات ثقافية فيه حملة الكشف المباكر لسرطان السادي ولمبادرة الرئيس السيسي موجودة حاليا في فرع زايد وقبل كده كانت موجودة في الجزيرة ومدينة ناصر عملنا ندوات دينية والنهاردة هو يوم ترفيهي كبير جدا للجنة المرأة قدمها لكل العضوات ان شاء الله هيتبسطوا معنا وكان موجود في الجزيرة برضو النهاردة الإيبنت في أهل زايد طبعا بعد القعدة الطويلة بتاعت كورونا دي كان لازم ننظم كلجنة مرأة يوم في أهل الجزيرة ويوم في أهل زايد وان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون في أهل مدينة ناصر بعد القعدة الطويلة دي ومعاناة كل أم وكل أخت مع البيت ومع أولادها ومع الحاجات دي كان لازم نعمل فان دي ان احنا نفرح فيه كلنا مع بعض وان شاء الله يبقى يوم حلو بإذن الله الناس مبسوطين جدا بالإيبنت ده طبعا بعد الصدى اللي حصل من الإيبنت اللي حصل في أهل جزيرة الإسبوع اللي فات الناس كلهم عمانين يسألوا امتى بقى أهل زايد وامتى نيجي لغاية ما نهاردة ان شاء الله بإذن الله كل الناس تفيد والله شايفها يبقى يوم جميل ممتع زي ما تعودنا دايما من نادي الأهلي ان بيقدمونا كل حاجة جميلة ان شاء الله يبقى يوم جميل وزي ما منتوقع ان شاء الله دايما وزي ما الأهلي معودنا بصراحة الإيبنت حلو قوي نهاردة اتشجعت جدا ان انا يجي من الصبح وانزل من بول وكده لاني في كازا اكتيفتي في أكوا فتشجعك بصراحة ان انا يجي فموسوطة ان النادي بيعمل الحاجات دي يعني احنا هنقدر منبسط والله النهاردة اليوم ممتع وجميل جدا ويعني منظم قوي 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 ولجنة المرأة عاملة شغل هايل الاسبوع اللي فات كان في الجزيرة والاسبوع ده في زايد فأنا رحت الجزيرة وجيت النهاردة من كتر مبساطي في الجزيرة فجيت النهاردة زايد بصراحة النهاردة إن شاء الله عندنا تارجت إن كل سيدات الأهلي زايد يكونوا مبسوطين عندنا تنوع في الفقرات إن شاء الله فيه مسابقات فيه تنوع في الميوزيك عندنا مفاجأة بنت النازي أمل أحمد صوتها بتغني أكتر من رائع اكتشاف من لجنة المرأة فإن شاء الله بإذن الله هتساعدنا كلنا ويكون يوم جميل على الكل الحقيقة إحنا الحمد لله وجدنا ترحب من الأعضاء وأسعدون عملنا الإيفنت ده في الأهلي الجزيرة نفس اليوم درجة إن فيه ناس جايان من الأهلي الجزيرة لزايد تاني لأن الحمد لله بفضل من ربنا الأهلي دايما عظيم وكل حاجة بيطلحها فيها نجاحات فأي نشاط بيخص النازي الأهلي العظيم وبنتشرف إن إحنا ننتمي للمدرسة الأهلوية إحنا بننوع في الأنشطة بنعمل أنشطة ثقافية وأنشطة تعليمية وبنعمل أنشطة طرفيهية كل أنواع النشاط بنتمنى إن إحنا دايما نكون قيمة مضافة للمرأة بإذن الله يكون فيه بصمة للنادي ولكل سيدات النادي إنها تستمتع وتستفاد بوجودها في النادي عملنا شغل جميل لجنة المرأة بالنادي الأهلي والسيتات بتعرفوا دايما تلوقوا ونفسكوا كده بتلاقوا دايما طريقة لإن أنتوا تعملوا كده مبارح كان معنا الضيفة العزيزة ما قلت لك خمسة ستة لاف سيدة عاملين جروب ماشي في الشيخ زايد يعني مندلعوا ونفسكوا زي النساء قدمات خلاص قدمنا بالفعل اشتركوا في القناة